تبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية بعدد من المدن الجديدة وشدد وزير الإسكان على أن هناك تعليمات بمنعي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة وفي هذا الإطار أكد رئيس جاهاز تنمية مدينة الشروق محمد السيد عبد المقصود عن استمرار لجنة الإزالة في التصدي لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم ترجمة نانسي قنقر